درسنا اليوم عن ترميز الخلية الفولتية أو الخلية القلفانية تذكروا أن الخلية الفولتية تستخدم تفاعل أكسد واختزال تلقائي لإنتاج تيار كهربائي حيث يتحول قطب الزنك Zn أو الزنك الصلب إلى آيونات الزنك 2+. تخيلوا ذرة زنك تتحول إلى آيون زنك 2+, عندها يجب أن تفقد الذرة إلكترونين في تفاعل الأكسد النصفي هذا تفقد ذرة الزنك الصلب إلكترونين لتتحول إلى آيون زنك 2+, في المحلول وينتقل الإلكترونان إلى طرف النواتج هذا هو تفاعل الأكسد النصفي وهذه عملية أكسد لأن ذرة الزنك تفقد فيها إلكترونين وتذكروا دائماً أن الأكسد هي فقدان الإلكترونات وينتقل الإلكترونان المفقودان عبر السلك إلى القطب النحاسي على اليمين وانتقالهما هو بمثابة تيار كهربائي أصبح هناك الآن إلكترونان إضافيان على القطب النحاسي هذا المحلول هو محلول ما أي من سلفات النحاس وتوجد فيه آيونات النحاس 2+, وعند تفاعل آيونات النحاس 2+, مع الإلكترونين الإضافيين يحصل تفاعل الإختزال النصفي وفيه تكتسب آيونات النحاس 2+, إلكترونين إضافيين واكتساب الإلكترونات هو الإختزال وبذلك تتحول آيونات النحاس إلى النحاس الصلب وتصبح شحنتها الكلية صف وهذا هو تفاعل الإختزال النصفي تذكروا دائماً أن فقدان الإلكترونات أكسد واكتساب الإلكترونات اختزال وعند دمج التفاعلين النصفيين معاً تحصلون على تفاعل الإكسدال لإختزال الكلي لاحظوا أن هذين الإلكترونين الذين فقدتهما درة الزنك اكتسبهما آيون النحاس ولذا يمكن حذفهما معاً وفي طرف المتفاعلات توجد درة الزنك الصلب وآيون النحاس 2+, وفي طرف النواتج يوجد آيون الزنك 2+, في المحلول زائد درة النحاس الصلب لاحظوا أنه مع مرور الوقت يتم فقدان الزنك في مقابل الحصول على المزيد من النحاس أي أن المزيد من النحاس سيتراكم على القطب النحاسي وهذا هو تفاعل الأكسد والاختزال التلقائي وينتج عنه تيار كهربائي بسبب تدفق الإلكترونات عبر هذا السلك والآن بالعودة إلى التفاعلين النصفيين تأملوا كلا القطبين تعلمون أن الأكسد تحصل عند قطب الأنود لذلك سيكون هذا هو الأنود كما أن الإختزال يحصل عند قطب الكاثود هذا لكن ماذا عن هذه القنطرة الملحية؟ تحتوي هذه القنطرة على أنيونات السلفيت SO4 وهي تنتقل بدورها إلى طرف الأنود أي أن الأنيونات تنتقل دائماً إلى الأنود بهذا الاتجاه وفي المقابل توجد في القنطرة أيضاً كاتيونات السوديوم N-A والكاتيونات تتحرك دائماً إلى طرف الكاثود انتقلوا الآن إلى ترميز الخلية وهو صيغة تستخدم لتمثيل هذا التفاعل بشكل مختصر وتبدأ صيغة بالأنود وهو الزنك الصلب هنا ويرسم بعده خط عامودي واحد ويمثل حد طور الزنك حيث يتحول من الزنك الصلب إلى آيونات الزنك 2 بلاس في المحلول المائي أي أن هذا الخط يفصل بين قطب الأنود ومحلول الأنود ثم ارسموا خطاً عامودياً مزدوجاً ويمثل القنطرة الملحية ثم الجزء الذي يمثل الكاثود آيونات النحاس 2 بلاس ثم ارسموا خطاً عامودياً واحداً لتمثيل حد الطور بين قطب الأنود ومحلول الأنود حيث تتحول آيونات النحاس إلى نحاساً صلب إذن الأنود يقع إلى يسار الصيغة والكاثود يقع إلى يمينها كان هذا شرحاً سريعاً لترميز الخلية الذي يستخدم كطريقة مختصرة لتمثيل هذا التفاعل في الخلية الفولتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر